مرحبا بكم في قناة أخبار العالم لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل إعجاب وإلى التفاصيل شنت قوات موالية لحزب الإصلاح الإخواني الأربعاء حملة اعتقالات في مدينة مأرب وقالت مصادر إن قوات الأمن الخاصة الخاضعة للإصلاح اعتقلت سبعة من منتسب عناصرها مشيرة إلى اقتياد المعتقلين إلى سجن سري تابع للقوات شرقي المدينة ولم يعرف بعد دوافع عملية اعتقال قوات الإصلاح لعناصرها وما إذا كانت تتعلق بمخاوف من وجود اختراقات في صفوف فصائل الحزب بمأرب أفاد مصدر أن القيادي البارز صلاح باتيس بشعار انفصال محافظة حضر موتى وتكوين دولة جديدة لتلحقه أصوات أخرى في أقصى الشرق في مقدمتهم القيادية الموالي لميليشيات الحوثية علي سالم الحريزي بدعوة مماثلة لانفصال المهرة المحاذية لسلطنة عمان أسابيع فقط تفصل بين خروج الرجلين الذين ينفذان أجندة مشبوهة خصوصاً في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنادية بخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى المنتشرة في المحافظتين والمعروفة بولائها لحزب الإصلاح أفاد مصدر إن خالد عبد الله زهير توفي إثر التعذيب الوحشي في سجن للحوثيين بصنعاء بعد أقل من شهر من اختطافه وذكرت أن ميليشيا الحوثي اختطفت زهير في نقطة الأزرقين على المدخل الشمالي لصنعاء أثناء عودته من محافظة صعد معقل الجماعة الرئيس شمالي البلاد وأشارت إلى أن الضحية سافر مطلع أكتوبر الجاري إلى صعد للمطالبة بإطلاق مختطف آخر يدعى حسن التهامي الذي يحتجزه الحوثيون منذ ثلاث سنوات سكان مدينة عدن باتوا يبيعون أدواتهم المنزلية لسد احتياجاتهم من الأكل والشرب واضطر البعض لبيع ملابسهم مقابل تأمين وجبة غذاء ليوم واحد الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها للبنان بإيقاف بث قناة المسيرة والساحات التابعتين للحوثيين وصفت قيادة إدارة أمن محافظة تعز غزوان المخلافي بأنه جرذ ووعدت بتعقبه ومحاسبته وقالت في بيان رسمي لها على لسان مدير الأمن إن غزوان جرذ يسكن مجاري منطقة كلابه جاء التصريح عقب مواجهات عنيفة بين الحملة الأمنية ومسلح غزوان خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين ازدحام مروري في عدن يعود إلى حادث مروري تسبب بانقلاب حافلة ركاب صغيرة وتضرر سيارة أخرى سائق الحافلة الصغيرة كان يسوق باتجاه معاكس للخط مما تسبب بتصادمه مع سيارة أخرى أدى إلى انقلابه وتسبب الحادث بجراح بالغة لسائق الباص وتم نقله إلى المستشفى فيما لازالت السيارات في موقع الحادث حتى اللحظة خلل مفاجئ في نظام شركة يمن موبايل تسبب بعدم استطاعتهم مستخدميه إجراء الاتصالات أو إرسال الرسائل النصية داخل الشبكة وحذر مستر كون من استهداف الشركة لصالح شركات اتصالات أخرى ولم يصدر توضيح رسمي من الشركة عن سبب الخلل وطبيعته قال مواطنون في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن أن ملاك المحل التجارية يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي ضد الجبايات غير القانونية التي يفرضها مأمور المديرية أقدمت عناصر على إغلاق مبنى المحافظة صباح اليوم بالتزامن مع الأزمة التي تفجرت بين المحافظ نبيل شمسا والوكيل الأول على خلفية ما أثارته المهمة المكلف بها الدكتور عبدالقادر الجنيد مؤخرا وأقدم العشرات من عناصر الحزب تحت لافتة مطالب الجرح على إغلاق مبنى المحافظة في خطوة اعتبرها المراقبون ردة فعل على قيام محافظ تعز نبيل شمسا بوقف الوكيل أول عبدالقوي المخلافي عن العمل جراء استقباله للجنيد الأحد الماضي في مبنى المحافظة الجندي مثن صالح ناجي القسيمي من أبناء الشعيب قام بالانتحار اليوم في مطار عدن بسبب الأوضاع المعيشية التي يعاني منها الجنود والرواتب التي لم يتم تسلمها لهم من المعنيين تعزينا لوالده وأهله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل كشف الباحث اليمني المتخصص بالآثار عبدالله محسن عن تحفة أثرية من اليمن القديم ستعرض في مزاد عالمي بالولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة